في 27 من أيلول سبتمبر تحدثنا بالتفصيل عن الأسباب والأهداف من تنظيم هذا الاستفتاء في جمهوريتين دونتسك ولوخانسك إضافة إلى منطقتين خيروسان وزابوروجيا وفي 28 من أيلول سبتمبر ظهرت نتائج 99% في دونتسك و98% في لوخانسك و93% في زابوروجيا و87% في خيرسون دعموا فكرة الاتحاد مع روسيا على الرغم من الوضع الأمنين محفوف بيئة الصعوبات واستفزازات نظام كياذ إلى أن السواد الأعظم من المقترعين فضلوا أن يصوتوا لصالح هذا الانضمام وكانت المشاركة بساعة 60% في منطقة خيرسان و97% في دونتسك وقد كان قرارا حرا واعيا من قبل المواطنين في هذه البلدان والاستفتاء يتسق تماما مع أعرف مبادئ القانون الدولي على الرغم من مساعي الغرب أو حتى الأمين العام في إثبات عكس ذلك فالأمين العام بدون أي ولاية لذلك قرر يتحدث بإنابة عن الأمم المتحدة بأثرها أكثر من مئة مراقب دولي من إيطاليا وألمانيا وفنزويلا ولادفيا قاموا برقابة على هذا الاستفداء وأقروا بأن النتائج كانت مشروعة ولكن واشنطن والتي لها صوت الأعلى في الناقض التي является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики Это очередные выпиющие двойные стандарты Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации После их утверждения в Российском парламенте и подписания указа президента воли жителей Донбасса в Запорожье